ترجمة نانسي قنقر تأويلات لعندسية للنهايات تغيير الدلا وتقعر الدلا دراسة منحنة الدلا إذن بدأوا بدراسة الدلا فدو إيكس لأن هي إيكس السيطنان ناقص لتا إيكس زائد إيكس لكل على إيكس ناقص واحد إذن السؤال لو هو تحديد النهايات على اليمين وعلى اليسار عندنا عندي الدلا فدو إيكس إذن نبدأ لليميت على اليسار لليميت ديال واحد ناقص ديال فدو إيكس إذا نحسب هذه النهايات لليميت واحد ناقص إيكس إيكس أسيطنان ناقص ثلاثة إيكس زائد ثلاثة على إيكس ناقص واحد لدي إذن نمشي تعوض بواحد بالضبط يعني أتعطيك في البسط واحد ناقص ثلاثة يناقص زائد ثلاثة يواحد إذن كتبعنا كواسق وواحد المقام يعطيك سفر إذن إذا لدي عدد على سفر ممكن أن نحدد الإشارة لها السفر إيكس يعني نحدد إشارة تحدي جدول إشارة المقام يكفي إيكس ناقص واحد يكفي أن نحدد الإشارة السفر على اليمن الواحد لأن نرسل النهاية و اليسار المتغير هو إيكس نقص واحد نقص واحد حدود معرفة على مولان فين فين و تنقص هنا في واحد كما قد نحدد الإشارة على الواحد والليسار قد نقص قبل الجدر نقص إشارة أ لدي هي زائد لأن إيكون ناقص إيكون بلوس إذن سأتي الدور للجدول في تحديد إشارة صفر اللي في المقام تدني للميت ديال إيكس يقول واحد ناقص ديال fdx سوى واحد زائد واحد بليس ولا واحد ناقص كوش يعطيني واحد على صفر يعني ناقص 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 يعطيني المقام الصفر الناقص اللي عندي في الجدول واليام صفر بليس يعني نكتب لأنك هو صفر لا ما كنت نكتب في المقام كتاب غير رياضية إذن إلا حسب لا اللي صار تأتيك واحد لا صفر واحد عدد موجب يعني باش ما تغير لي الإشارة لقاش عدد إذن موال لانفيني يعني أن لا لميت عند العدد أعطاني لانفيني لأن لا لميت عند العدد إلا أعطاك لانفيني كنت أو لاندا سي كتب بلا مغير صفر يقبل مقارب عمودي وعادلته وإكس كتساوي واحد يعني عن اليسار الواحد بجوار لانفيني اللي تلاقينا بجوار موال لانفيني داب الليميت عند واحد عن اليسار طاني تأوي لاند سي مشي داب الواحد عن اليامي الليميت دي الواحد بليس دي الاف دي إكس نفس طريقة يعني يعطيك واحد على الصفر إن المشكلة هو تحديد الإشارة الصفر انطلاق من جدول الإشارة دي لدي صفر بليس يعني واحد على الصفر بليس عدي ما كتب واش كما قلنا غير كوس بليس لانفين إذا النتيجة تعطيني بليس لانفين إذا نفس تأويل هندسي لليميت عند عدد عطاق بليس لانفين إذا صف أقبل مقارب عمودي عرنا بجوار بليس لانفين صف أقبل مقارب عمودي وعادلته إيكس كي ساوي واحد بجوار قلنا النتيجة هي بليس لانفين إذا نهايتين عند واحد بليس وواحد ما أعطاني تأويل عن ذا إذا بمش نشوف لليميت بليس لانفين وموان لانفين واش ما يعطيوني تأويل عن ذا إذا ندخل في الفرع لنهاية دان درس النهايتين بليس فني موان فني لدينا تأويل بدول لولا إكس يأويل موان فني جال F تساوي نعوض F بالتابير لان تأويل F X A X 6 ناقص 3 X زائد 3 الكل على X ناقص 1 من الطريقة ممكن التعميل الاختيزة صحيح وممكن نخدم أكبر أصف البسط هذا أكبر أصف ما قام لأنه لك دل حدودية ألا دل حدودية دل للمت X يأويل موان 2 X 2 على X هنا ممكن نختزل X نتيجة للمت X يأويل موان 2 النتيجة التي هي X إذا إذا عوضنا X موان 2 ستكون نتيجة موان 2 إذا للمت في للمت أعطاني نتيجة للمت إذا لنما لا تتأويل للمت المرحلة التي ستكون من بعد السؤال رقم جوج هو تحديد الفرع اللانية يعني نحسب F X على X لنما لا تتأويل للمت ما زال ما ساديت مع موان للمت فأعطاني تأويل للمت يعني نريح ندخل في المرحلة F X على X يكفي أن نعوض F X 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 خطأ بحقاش كنخل بقيانه في شكل غير محدد لانفيني ولا لانفيني شكل غير محدد فهم اندفيني فهم اندفيني إذا النتيجة هي إذا للميت x يقول بلس نانفيني ديال fdx تساوي للميت النتيجات هي x إذا عوضنا x بلس نانفيني النتيجات هي بلس نانفيني نفس المشكل لانفيني أعطاني لانفيني إذا ما يمكنش نظر على المقاربات إذا ضروري ندخل في السؤال الرقم الثلاثة هو تحديد الفرع لانفيني يعني نحسب fdx على x فموان لانفيني حتى نوجد أويل هندسي ونحسب fdx على x فموان لانفيني حتى نوجد أويل هندسي إذا نبدأ بتحديد الفرع لانفيني حسب السؤال السابق لدينا لانفيني حسبنا للميت فموان لانفيني كأن النتيجة هي موان لانفيني كأن النتيجة هي موان لانفيني كما السؤال المرحلة يأتي من بعد هو تحديد كأننا بقوادي من درس للميت فموان لانفيني فدx على x إذا نبدأ في التطبيق لدينا للميت xوا你 ёل موان لانفيني fro dx على x النتيجة نعرض فدو ايكس بالتعبير مولا فيني المقام هو ايكس دل افدو ايكس هي ايكس الستنان ناقص ثلاثة ايكس زائد ثلاثة لكل على ايكس ناقص واحد اذا ندر جدع المقامين يعني نطبط ايكس ناقص واحد يعني هذه في المقلوب ديال ايكس اللي هي واحدة على ايكس اعطينا النتيجة ايكس يا اول مولا فيني ايكس عامل ايكس ناقص واحد ايكس والستنان ناقص ثلاثة ايكس زائد ثلاثة هنا نصط طريقة دل حدودية لا دل حدودية غير طلبة لنا را عندك جداء دلتين يعني هنا احسن نمر من محارة النشر اشتبان لكم ايكس والستنان ناقص ثلاثة ايكس زائد ثلاثة على ايكس والستنان ناقص ايكس غير ايكس دلنا اكبر اس على اكبر اس نفس الطريقة ايكس يا اول مولا فيني دل ايكس والستنان على ايكس والستنان دل نتيجة واحد دل نهاكس نحن ندخل في المرحلة انه اقفى عدد كنت ملا ا قطوات يعني نجل نب تصفر الانا قطوات نحن نصفر فرق شجامي لك تجاو محور الافاصل اذا المرحلة اللي تجي اللي تلاقينا عدد ا هو انني كنحسب تحديد للميت Fdx نناقص A هو واحد في X يعني نناقص X X يقول دي ما موال لنفين دم دفع تطبيق لدينا للميت X يقول موال لنفين دي ال Fdx نناقص X تساوي نعوض Fdx بالتعبير X يقول موال لنفين دي X الستنان ناقص 3X زائد 3 الكل على X ناقص 1 ناقص X ننطريقا نوحد المقام باش نخدم دالة حدودية لدالة حدودية اذا للميت X يقول موال لنفين X الستنان ناقص 3X زائد 3 ناقص X عامل X ناقص 1 الكل على X ناقص 1 تساوي للميت X يقول موال لنفيني نحن نحن بسط تابير عندي X الستنان ناقص 3X زائد 3 ناقص X الستنان ناقص زائد X تقول موال لنفيني X ناقص 1 يعني عندي عددين متقابلين نحتاج بx الستنان قليلة النتيجة نقص نقص ثلاثة نقص ثلاثة لكل أسل أكبر أس X يقول لموانا لانفيني ديال ناقص جوج X على X إذا اختزنا X ستبقى النتيجة هي جوج إذن تجنبت لانفيني نعطاني عدد B إذن عندي العدد A هو 1 وعندي العدد B هو جوج إذن تأول عن ذلك أن الصدق F يقبل مقارب مائل معادلاته A X زائد B نعوض A قلنا A X Y تساوي A X زائد B نعوض A بالقيمة 1 نعوض B بالقيمة جوج إذن نفس الطريقة لناخد لون مغير C F يقبل مقارب مائل وعادلاته قلنا Y تساوي A و 1 في X زائد B نعوض B بجوار موانا لانفيني إذن نسألنا مالا لانفيني أضغطني تأويل عن ذلك وصلت له إذن أبقى للنهاية في بلس لانفيني إذن نفس الطبع إذن لدينا حسب السؤال السابق أننا للميت ديال X يقول بلس لانفيني ديال F D X كانت النتيجة هي بلس لانفيني إذن قلنا قد تجيب مرحلة من بعد هو تحديد للميت X يقول بلس لانفيني ديال F D X على X إذن نبدأ في التطبيق لدينا للميت X يقول بلس لانفيني ديال F D X على X تساوي للميت X يقول بلس لانفيني F D X X يكون X2-3X زائل 3 X-1 الكل على X لنبدأ نبدأ مقامين X نقل بلس لانفيني X يقول بلس لانفيني X2-3X زائل 3 الكل على X عمل X ناقص 1 قلنا سنشره هاتي X يقول بلس لانفيني البسط هو X2-3X زائل 3 المقامين انشرنا X X2-X قلنا دالة حدودية لا دالة حدودية كيف نخدم بأكبر أس للميت كنحب الضبع للميت بلسامفيني أكبر أصف البسطة وإكس والستنان أكبر أصف المقام إكس والستنان يمكن نخدر لي نتيجة واحدة نفس المشكلة نعطاني عدد A لكي نتعمل A إذا المرحلة G وتحديد للميت X يقول بلسامفيني FDX نقص A لديه واحد في إكس إذا نقص إكس إذا نبدو حسب النهاية هذه للميت X يقول بلسامفيني FDX نقص إكس نعوض FDX بالقيمة التابعة لديه لديه X نقص إكس نقص إكس نقص إكس نقص إكس نقص إكس إلى وحدنا المقام X يقول بلسامفيني X X نقص إكس ضع X نقص إكس وحدنا ده نشر البسط لديه لديه X نقص إكس X زائد 3 ناقص x زائد x على x ناقص 1 إذن نختاز بعددهم تقابل ناقص x و ناقص x و ناقص x و ناقص x تنتيجة هي للميت x ناقص 3x زائد x هي ناقص x زائد 3 على x ناقص 1 إذن نفس طريقة أكبر أس على أكبر أس ناقص x على x إذن نختاز بx ستبقى لي النتيجة هي ناقص x إذن نفس المقارب لخرجنا في موالنا فين هو y تساوي ناقص x x لواء x زائد b أقنع و 1 و b و ناقص جوج لنستدع يقبل مقارب مين معادلته مقارب تساوي x ناقص جوج بجوار يسناف إذن نهايات عندما حدد دل أف كل وحدة أطلتها تأويل هندسي إذن سليت مع الطور للنهايات حساب مشتقد دل أف لدينا أف قابلة لإشتقاء على دل أف قلنا الدل أحدودية كيكون عندهم نفس مجال تحريف يودد أف بريم إذن أف بريم دي إيكس هي المشتقد يلتابير إكس والستنان ناقص لات إيكس زائد ثلاثة الكل على إيكس ناقص واحد بريم قلنا أنها نظر لمشتقد يال أف على الجه عند دل على دل إذن تساوي إكس والستنان ناقص لات إيكس زائد ثلاثة بريم في المقام ناقص مشتقد يال المقام البسط ليو إيكس والستنان ناقص لات إيكس زائد ثلاثة على المقام والستنان دي المشتقد يال إيكس والستنان ناقص لات إيكس مشتقد يال إيكس والستنان ياجيش إيكس مشتقد ناقص 3x ناقص 3x ناقص 3x ناقص 1 ناقص عندي المشتقة ذي x هي 1 يعني قلية x أس 2 ناقص 3x زائد 3 على المقام لقد نعلنا أن أس 2 في المقام أس 2 بين الإشارة بأنها مجاهزة عن شرطها ستتخلف ضيلطة وأتحدد الإشارة يعني لما قلية أس 2 تساوي نحاول نبسط عندي في الناشرة هي x أس 2 ناقص x ناقص 3x زائد 3 ناقص عن شرطها هي x أس 2 زائد 3x ناقص 3 على المقام و 6 إذن نحاول نختزل إلا كانوا أعداد متقابلين عندي 3x وممكن نختزل بها عندي العدد 3 إذن النتيجة المحصلة لها هي عندي 6x ناقص x و 6 2 هي x و 6 2 ناقص 6x على المقام 6 لاحظة معي السؤال هو تحديد f' يعني حدينا ممكن تزيد خطوة من بعد اللي ستعاونك في تحديد إشارة f' لأن f' كتساوي نعمل بx x ناقص 2 لاحظة معي السؤال إذن هي x ناقص 1 لكل 2 إذن السؤال الموالي هو تحديد تغير الدلع يعني يعني بحالك يقول لنا أدرس إشارة f' إذن إذن انطلاقاً من تعبير f' كما قلت لكم مقامها والضرعة تجلالكم هنا بأن 6 2 عدد موجب قطعاً يعني مهما يكون x كنتا منددد فالمقام موجب إذن كتبما ما يكون x كنتا مندددد ف دهو مع عدد 1 عندي المقام x ناقص 1 موجب قطعاً 6 إذن إشارة F' قد يمتلقى بالإشارة البسط إذن إشارة F' هي إشارة البسط وهو X عامل X ناقص ججل إذن هذا هو اللي يتحكمني في الإشارة F' إذن F' X تساوي صفر تكافئ إذن تساوي صفر إذا كان لغسط كي تساوي صفر اللي هو التعبير هذا X عامل X ناقص ججل يعني أن X عامل X ناقص ججل كتساوي صفر عملت بX كان لغاية X6 ناقص ججل صحح ويتخل في ضلطة اللي يخدمها بضلطة طريقة طريقة صححة اللي يخدم بها الطريقة صححة إذن تكافئ جودة عددين يساوي صفر يكفي أن X تساوي صفر أو X ناقص ججل تساوي صفر ديما المجهور اللي نقلب عليه هو X إذن أن X تساوي صفر أو X تساوي ججل إذن إذا درنا نجد والإشارة اللي كنا نوصل عليه اللي أخذ مننا بضلطة يعني إشارة X عامل X ناقص ججل هي اللي تحكم لنا في إشارة F' بقاش قلنا إشارة F' تعلقة بالتعبير X عامل X ناقص واحد يعني ندير جدول إشارة لها الدلة هذه اللي عندها جدرين X تساوي صفر أو X تساوي ججل إذن عندي المتغيب ديما هو X اكتب دل X عامل X ناقص ججل دل حدود بالتعبير الزجل رأينا وما بتراتو بين صفر و ججل نفس الحالين اللي اللي هتلاقوه اللي أخذ نطو بضلطة باش تحكموا هذه قلنا هي X والسي 2 عامل ناقص جوج X هي معادلة من الدرجة الثانية داخل جدرين كندير عكس إشارة إلى رحلة معي X والسي 2 هنا موجب هنا يكون ناقص هنا موجب هنا موجب إذن تبا يمكنني ينحدد الإشارة ولكن ما تنسوش بأن من الدرجة F ما معرفة فشف واحد يعني غادي تزيد واحد هنا قدير دوبار إلى درتيج دول يعني أن الإشارة موجبانة وموجب جوج بلسانفيني وبين الصفر حتى الواحد لقاش الدرجة ما معرفة فشف واحد ساليبة ومن واحد لجوج ساليبة هذي إشارة F' F' إذن نجدوا الإشارة F' ممكن نرسمه ونحدده في الإشارة ديال F' ونستنتجه التغيرات من بضع نوضع جدول التغيرات إذن متغير X هنا فشف واحد F' لا تطلب من نفس الجدول التغيرات جمعة التعريفية موالا في واحد بلس لنفيني سنزيد العددين لأن نعدم الدل لأن X تساوي صفر وX تساوي جوج دان صفر هنا يعني قلنا بأن F' تعدم فيهم جدرين ولكن ذلك قلنا غير معرفة في واحد يعني دوبار يعني نسقط الإشارة اللي عندي في هذا الجدول نجيبها لنا عندي من موالا فيني لصفر موجابة ندير بلس هنا من صفر الواحد نيغاتيف من واحد لجوج نيغاتيف من نصف جوج بلسان فيني موجابة إذن السؤال اللي مطلوب في هذا تغيرات F قال لك أعطيني تغيرات إذن مهما يكون X كنت من هذا المجال موالا فيني صفر وجوج بلسان فيني يعني اتحار المجالين F' موجابة إذن إذا كانت F' موجابة إذن ف تزايدية إذا كانت F' موجابة إذن ف تزايدية على المجال موالا فيني صفر موالا لقش إذن ف أتحاد جوج بلسان فيني إذن تزايدية على المجال وتناقصية في الإشارة السليبة F' سليبة إذن F تناقصية F تناقصية على المجال موالا فيه موالا فين 0 عفوا 1 0 كانت آمي و 1 ما كانت آمي موالا في المجال التعريف مفتح إتحاد 1 جوج إذن نحدد إشارة تغيرات الدلة اللي مطلوب السؤال دابع نوضع جدولة تغيرات إذن جدولة تغيرات الدلة F عندي المتغير X بمجال التعريف دي ما هو باش نسبق مونافيني 1 لسانفيني قلنا الدلة غير معرفة في 1 F'F إذن نزيد الدلة أف بريم فين كتنا عدم إذن قلنا الدلة كتنا عدم صفر و جوج إذن المجال مونافيني صفر موجابا و جوج عفواني نجوج بلسانفيني موجابا إذن نيغاتيف نيغاتيف ننسوش F'F إذن نزيد بلسانفيني موجابا أن تكون تزايدية تناقصية تناقصية لسانفة لسانفة F' سانفة إذن تتناقصية لسانفة إذن تزايدية هذا هو التعبير بجدول التغيرة التلائف ولكن خسني نحط للميت هي حسبت في اللغة لدي للميت مولانفيني هي مولانفيني هنا ندير صغرة صفر العدد الذي لدينا هنا واحدة التي يصبح هي مولانفيني واحدة اليمن كانت مولانفيني هنا نفس الطريقة نوضع صغرة على عدد الجوش بلسانفيني أعطتني النتيجة هي بلسانفيني إذن هذا هو جدول تغييرات الدلاف لعائها والنفر الرسم من المنحنة إذن على المجال مولانفيني 1 أفدو سفر كتمتل القيمة القصوى وعلى المجال 1 بلسانفيني أفدو جوج كتمتل القيمة الدنيا إذن السؤال الموالي هو تحديد الوضع النسبي بين المنحنة الدلاف ودلطة دلطة هو المقارب المائل اللي وجدنا عند اليسانفيني ومولانفيني لنبدأ باش نحددو الوضع النسبي يكفي أنني نحدد الفرق يعني لدينا إشارات الفرق من fdx و y نعوض fdx بالقيمة العددية للتعبير هو x و 62 ناقص 3x زائد 3 على x ناقص 1 ناقص y وهو x ناقص ناقص نبسط التعبير بتوحيد المقام مقام 1 و x ناقص 1 x و 62 ناقص 3x زائد 3 ناقص x ناقص ناقص 1 ناقص 1 لنبسط التعبير x و 62 ناقص 3x زائد 3 ناقص على برونشا عندي x و 62 ناقص x ناقص جوج x زائد جوج لكل على x ناقص 1 نحاول نبسط أكثر هي x و 62 ناقص 3x زائد 3 إلى جمع ناقص x و ناقص 3x ناقص ناقص x و 62 ناقص 3x ناقص x ناقص ناقص نختاز بأعداد إذا كان أعداد متقابل والنبسط ما أكثر إذا عندي x و 62 ممكن نختاز x 3x ممكن نختاز النتيجة هي fdx ناقص y هي 1 على x ناقص 1 إذا كما تلاحظوا المعايير البسط موجب إذا شكرا يتحكم لي في الإشارة fdx ناقص y هو المقام إذا إشارة fdx x ناقص y هي إشارة المقام والمقام هو x ناقص 1 عندما لا أعلم ما هو واحد يعني لم يكن المجد تعرف ولكن من هذه الإشارة وعليها أصلا كما تلاحظوا هنا لم أعرفها يعني مقطعة عند العدد 1 إذا قلنا fdx y متعلقة بالدلة x-1 إذا نجدو إشارة الدلة المحكمة لنا fdx y هو x-1 إذا نجدو الإشارة للدلة هذه المتغير هو x كما نبدأ بالدلة x-1 حدودية أكتبنا عدم 1 اكتبنا x-1 قلنا أنها fdx لا معرفة 1 إذا الإشارة اليمين أكتبنا إشارة a عكس أكتبنا إذا نستنتج من هذا الجدول هذا إشارة fdx مو اقعك دن المتغير و ايكس هنا اشارة fdx ناقص ايكراك هنا الوضع النسبي لصيد اف وضلطة دن دلا معرفة جنف مو لانفيني وليس انفيني وما معرفة جهو واحد مازين هنا كانت دلا هي ايكس ناقص واحد دلا حدود دي قد نعلم في واحد ولكن يلا نحضر على الدلا fdx هذا هو المجل التعريف دي قلنا الاشارة اليمن دي الواحد هنا مجابة هنا تكون سالبة اذا اش كان يعني ب fdx ناقص ايكراك اشارة سالبة يعني ان fdx ناقص ايكراك صغر منصر تكافي نجيب y للطراف الاخر انا fdx صغر من y يعني بيع باننا دلتا يحقش هذا دلتا كبر من منحنة cf يعني انا دلتا فوق cf دلتا هنا نشوفه بلوس يعني اشارة fdx ناقص ايكراك مجابة كافئ نشوفش كلها كبير يعني ان fdx كبار من ايكراك دلتا باد المرة fdx هي اللي فوق هي القيمة الكبيرة يعني ان cf فوق دلتا بدي تحتفظ على نفس ترتيب دلتا cf تحت cf يعني كما نلاحظه بانه مرة فوق مرة تحت وكانت كتنا عادم في صف اه فواحد يعني وكانت كتنا عادم لينا في واحد مرة جسد افلتا مرة فوق افترضوا ان هذا هو وضع الطاق يعني ضروري يكون تقاطع وتقاطعها كيكون في ذلك النقطة فاش كتنا عادم يعني فاش كتتساوي fdx موارك يعني ما يمكنش لحقاش واحد ما كانت تاميش يعني كان مدد هاد دلتا يعني ان الدلرة ما معرفش في واحد يعني ما كانش تقاطع بين صف و y دان السؤال ما قبل الاخير هو اشارة fdx ان هذا السؤال عادم ما عنده تدور هنا لحقاش ما عنديش دالة معرفة بجزئين يعني دالة مساعدة اللي كيمنين هو كيفاش يمكن ينحدد اشارة اشارة fdx اذا فdx بالتعبير ديالة هو x plus 2 ناقص 3x زائد 3 لكل على x ناقص واحد يمكن ستقول لي بأن اشارتها لحقاش اشارة فdx متعلقة بالبسط المقام يمكن نتحديد حلول البصل هو x plus 2 ناقص 3x زائد 3 يمكنك تفعلها كمعادلة إكواسيون يمكننا ضلطة عندي p plus 2 هو ناقص 4 ثلاثة هي 12 ناقص نحن نجد نجد إشارة وإشارة عدد وعادد عدد ومجب نحن نعني بأن إشارة البسط مجب يعني دائما مجب عمروا إذا نجد إشارة فdx مجب لإشارة المقام يعني يعني أنا أرجع لهنا يعني أتولي إشارة FDX مرتبطة بهذه الجدول قبل أن نعوده يعني على المجال مولنفيني واحد على المعرف اكتبعنا مولنفيني واحد رقل لما نتميش المجال التعريف الدلاء سالب إذن F سالبة FDX ستكون سالبة ومع ما يكون X كانت تعمل تتمت مجال التعريف واحد فلس لنفيني FDX موجابة قطعا مع عمرها تساوي صفر الحقاش قلنا البسط ديما موجاب والماقم عمرها تساوي صفر ما كان يعني بإشارة موجابة وإشارة سالبة إشارة سالبة كان يعني بها أن السداء في الترسل تحت محور الأفاصيل على هذا المجال يعني مع مرسل F يجي فوق محور الأفاصيل وعلى المجال واحد بلسان فيني يعني هيكون فوق محور الأفاصيل هذا الشيء اللي كان يعني بإشارة موجابة وإشارة سالبة وكيتجلى الدور دياله بأنه إلا كتدلة معرفة بجزئين كتكون دلة مساعدة انتنا القانون الإشارة دياله كنحدد إشارة F' إشارة محور الأفاصيل لنجد السؤال الأخير اللي هو خلاص التمنى كل شيء اللي هو تحب رسم منحانة سداء كما قلنا في رسم منحانة سداء نحن نبدأ بالسال مثلا عندي مقارب مائن مقارب مائن مقارب مائن لمعادلة دياله X يتساوي X ناقص جوج اسمه وضلطة نرسمها للمقارب مثلا نعطيه X0 إلا أتيت X0 يعطيني ناقص واحدها النقطة اللون ونعطي مثلا X جوج نأخذ نقاط السائلين إلا أتيت X0 يعني من النقطتين نرف بأن يمر مستقيم واحد وضلطة نرسمه مستقيم ضلطة مقارب مائن ومقارب مائن يعني اللي تمدي هذا مستقيم يسمي ضلطة وعندي مقارب عمودي عند معادلة X تساوي مقارب عمودي معادلة وقلنا X تساوي واحد نرسم على المستقيم هذا العمودي على محور الأفاصيل معادلة وقلنا X تساوي واحد X تساوي واحد إذا ندل في جدول تغيرات ندريني جدول تغيرات إذا جدول تغيرات إذا جدول تغيرات أفوادة يكفي أن نحسب الصورة لها صفر أفضل صفر إلا عوضنا بصفر تعطيني ثلاثة على ناقص واحد إلا ناقص ثلاثة ولعوضنا بجوج يعني النتيجة تكون هي خمسة إذا كان لدينا المجال في نحتة الواحد التي تقبل قيمة قصوى يعني أكبر قيمة يمكن توصل لعادة الإحداثية صفر ناقص ثلاثة عندي صفر ناقص ثلاثة سألت ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة على المجال وعد موعدة أقل قيمة يمكن توصل في خمسة ناقص ثلاثة إذا هذه القيمة قصوى وهذه قيمة دونيا إذا كمرحلة أخيرة والرسم الستعاف قلنا بأن على اليمين قلنا أن تقبل مقارب مائل عند مونافين يعني أنني كلما سأقرب لهذا المقارب ضيلة يعني أنه سأقرب لي أعفوني لكم تقريبا مراسقين ثلاث تزايدية سأرجع تناقصية يعني تناقصية وتقبل علي يسار أنا مقارب عمودي سأتبع لي المقارب المرسوم بخضر علي يسار يعني علي يسار أنا سأقوم بمونافين سأقوم بمونافين مقارب مائل نفس الشيء ده اللغة جي تناقصية ولكن تقبل علي يمين دي الوحد مقارب عمودي يعني جاي معا تقريبا عن التوازي مع المقارب لي بالخضر جاي حتى القيمة الدنيا آية وترجع تزايدية كيف اجتزايدية يعني أتبع لي المقارب اللي وبزرق يعني مقارب مائل تقبل مقارب عند مونافيني ندير تمديد المستقيم إذا المصطلح المقارب في اللغة العربية يعني سأتقرب كل مانا سأتقرب يعني 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 سأتقرب المقارب المائل تقريبا تقريبا سأتقرب إذا ندير سأتقرب لمرسم الصفر يعني ذلك كما تلاحظون قطعة عند واحد ذلك غير معرفة في الجدول عنده يعني غير معرفة في واحد تقريبا 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 نقريبا ومقارب عمودي تقريبا نقريبا تقريبا توقف توقف 蒲 سأتقوس influenced